نحن عادي نتكلم عن هذه الفعاليات زي ما حدك ذكرت أنه كان بيبقى أسبوع فأكيد الفعاليات اللي كانت بتتعمل في أسبوع غير الفعاليات اللي هتتعمل في سنة بالزبط بالزبط إيه أبرز الفعاليات بقى اللي اتعاملت خلالها شو حدك أولا أنا عايز أشكر في موسكو حقول أنه الدكتور محمد ناصر الجبالي كان مستشارنا الثقافي الأسبق في موسكو كان موجود في هذا التوقيت فهو الحقيقة حرس أنه يبقى فيه تواجد ثقافي مصري على أعلى مستوى أنا كنت موجود في موسكو في بعض الزيارات شاهدت بعد هذه الأنشطة كانت مع الجامعات مع المكتبات الكبرى هناك حتى مع طلبة المدارس أنا تصادفت في زيارة الموسكو وأنه كان عامل نشاط لطلبة سنوية العامة الروس في محاضرة داخل المكتب الثقافي المصري في موسكو معاً التاريخ العلم المصريات وحضارة مصر وبيحاضر فيها قد إيهما مهتمين بهذا الجانب؟ أولاً فيه اهتمام مولع بمصر كبير جداً يعني لما تعد في مكان في موسكو أو في أي مكان في روسيا وحوالك مثلاً كده خمسين شخص هتكتشف أنه مش أهلي من ثلاثين جوم زاروا مصر لأن زيارة مصر بالنسبة للمواطن الروسي يعني أمر محبب جداً مقرب أوي للمواطن الروسي فترة توقف بنا وبينهم سياحياً كانت على فكرة أزمة كبيرة جداً عندهم كانوا بيطالبوا ده في الميديا وفي الإعلام وفي المواقف أننا عايزين نرجع مصر تاني وعايزين مصر تتفتح لنا تاني لأنه بيعتبروها أفضل منتجعات سياحية بالنسبة للمواطن الروسي ففيه اهتمام بمصر المستوى التاريخي طبعاً فيه رصيد كبير جداً احنا بنتكلم في ما يقرب من مئة مشروع احنا عملنا سبعة وتسعين مشروع مع روسيا إذا كان أبرزه من السد العالي ومصانع الكبيرة اللي احنا عارفنا لكن ده فيه كمان مشروعات ضخمة جداً وصلت لرقم غير مسبوك مع الدول الأخرى الحقيقة ففيه اهتمام طبعاً بالمصر تاريخياً وثقافياً يعني فأنا حضرت بعض الأنشطة من هذا النوع ده الدكتور محمد الحقيقي انتهت فترته وجاء الدكتور محمد السرجاني المتشار الثقافي الحالي واصل نفس المسألة وتعملت أنشطة عديدة جداً انتقلت بالثقافة المصرية الحقيقة في أماكن خارج الحدوث التقليدية راحوا مدن مختلفة راحوا جامعات في وسط الشباب في المكتبات الكبرى في هناك أنشطة ثقافية داخل المكتبات حصل معرض للطراس المصري هناك حصل فرق فنون شعبية زارة موسكو موسيقى